السلام عليكم ورحمة الله وحيكم الله من جديد مع برنامج جديد والذي يركز بشكل كبير على كل ما هو جديد في مجال التقنية واليوم سنتحدث عن أفضل خمس كاميرات صغيرة مناسبة للرحلات أنت مسافر قريب وتحتاج كاميرا أقوى إذن إليك الاقتراحات أولا فيجي فيلم X100 هذه الكاميرا تأتي بدقة 16 ميجابيكسل ستكلفك 1099 دولار أمريكي تصميم كلاسيكي فتحة العدسة 2.0 منظر رقمي هاجيني وبشاشة ثلاثة إنش وجود الصور في وديهات راح تكون مذهلة من خلال هذه الكاميرا الكاميرا بانو سانيك لوميكس FZ1000 هذه الكاميرا راح تكلفك 750 دولار أمريكي وبمقابل راح تأخذ كاميرا بدقة 20 ميجابيكسل ومنظر رقمي وبإمكانك تصوير فيديو بدقة 4K تدري من أنت أحسن وقت تستخدم في وحدة من هذه الكاميرات إذا ربحت معنا رحلة إلى مانشستر أو مدريد وتحضر مبارا للفريقين حمل تطبيق الطريق للنجوم ودخل فرصة للسحب لوميكس LX100 هذا الكاميرا راح تكلفك 700 دولار أمريكي بمقابل راح تأخذ كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل بحثة عدسة مذهلة F1.7 وبمنظر رقمي لإعطائك تفاصيل أكثر أتنا أخذ الصور وأخيرا وليس آخر بإمكانك تصوير فيديو بدقة 4K أولومبيك TG4 هذا الأشخاص اللي يحبون يروحون الرحلات القوية جدا وخايفين أنه لا تطيح الكاميرا وهذا الكاميرا تستحمل وكما أنها ضد الماء بعمق 15 متر أو 50 قدم راح تكلفك 350 دولار أمريكي ورح تأطيك 16 ميجابيكسل كاميرا Sony RX100 Mark IV هذا الكاميرا راح تكلفك 950 دولار أمريكي نعم هذه الكاميرا صغيرة جدا لكن بنفس الوقت راح تأخذ كاميرا بدقة 20 ميجابيكسل وبمستشعر بمقاس 1 إنش وتصويب الحركة البطيئة يصل إلى 960 إطار بالثانية 960 إطار بالثانية فهذه أبرز الكاميرات اللي بنقدر نصح فيها لأنها جدا ممتازة ومواطفات شاركنا برأيك في خانة التعليقات لا تنسى تضغط على زر لايك والاشتراك في القناة شوفكم إن شاء الله مع السلامة